من كام يوم قلنا لكم على قصة أشرف بن شرقي كان معايا هنا عمر جبالة صديقنا العزيز الصحف المميز وقال إنه أشرف بن شرقي عقده في فريقه الجديد هو عقد لمدة موسم واحد وإنه أشرف بن شرقي فاتح طريق العودة لنادي الزمالك سواء الكلام كان بشكله مباشر أو غير مباشر بس هو فاتح طريق العودة لنادي الزمالك وبالتالي في مجموعة من محب نادي الزمالك وخلينا وصفها كده من محب نادي الزمالك دي بقى جوها إيه جوها ممكن يبقى فيه مرشحين ممكن يبقى رجال أعمال مرشحين لنتخبات الزمالك مرشحين لنتخبات الزمالك رجال أعمال جماهير يعني فيه مجموعة كده عملوا لجنة مع بعض وبدأوا يتكلموا مع أشرف بن شرقي للانضمام لنادي الزمالك من نادي الريان القطري هو اللاعب عقده موسم ويقدر يقدر يوقع نادي الزمالك في يناير بس هو أشرف بن شارق يقول لهم أنا ما اعتقدش أن الريان القطري هيسبني في يناير ممكن آخر السنة أعرف أبقى موجود في الزمالك بس لو الزمالك قدر يخلصني في يناير حوافق وخد المعلومة دي كمان أشرف بن شارق بيرحب بالمقابل المالي اللي كان بياخده في آخر فترة دي مع نادي الزمالك وهو دلوقتي مشواف على المقابل المالي هو ممكن تكون حسبها حسبت أنه خلاص أنا شوية فلوس حلوة لميتها الفترة اللي جاية وأنا نجوميتي وتاريخي وإسمي وحقيقة قوي بعملها في نادي الزمالك وعملتها في نادي الزمالك ممكن تكون حسبها كده الله أعلم بس الموضوع المالي مش هيبقى هو الخلاف الكبير بين الزمالك وأشرف بن شارق لو اتفقوا مع بعض الحكاية هتبقى الزمالك والريان القطري حول إمكانية التعاكل مع بن شارق في يناير أو تأجيل الأمر لنهاية الموسم ده فيما يخص أشرف بن شارق عمر كمان عبد الواحد وخلاص عمر هو بطل الملكاتو اللي هو لسه هيبدأ في يناير هو البطل هو الاسم الأبرز هو الاسم الأكثر طلبا من الأندية مين بقى وقلت لكم الكلام دا نبا رحمين هنتكلم في الأهل يا والزمالك والبيرامج والمصري دول 4 أندية عايزة عمر كمال عبدالوحد دي في اليوم الخامس مين مودر نفيوتشر نفسه انه هو عايز يجدد مع اللاعب مودر نفيوتشر نفسه عايز يجدد مع اللاعب في 5 أندية عايزة عمر كمال عبدالوحد المصري قال له انا اخذك ما اخذ بالك عمر كمال عبدالوحد عقده واخر السنة يخلص فبرضه يحقق لي التوقيع في يناير المصري قال له عمر كمال عبدالوحد انا اخذك 5 مواسم ب9 مليون جنيه في الموسم بيراميدز أنا بقولك المزايد عامل إزاي برامدز قال له لأ انت عادك يبقى ثلاث مواسم بعشرة مليون جنيه في الموسم الزمالك قال له لأ خد أكتر شوي هيبقى أربع مواسم مش ثلاث مواسم بس بنفس الراتب بتاع برامدز اللي هو عشرة مليون جنيه الأهلي علي فالأهلي نفس العقد بتاع الزمالك اللي هو أربع مواسم بس براتب 12 مليون جنيه في السنة مش عشرة مليون جنيه في السنة الله أعلم هيخلص فين بقى عمر كمان عبد الواحد الله أعلم لحد الوقت كله داخل بجدية في هذه الصفقة ده فيما يخص أخبار النادي الأهلي وأيضا فيما يخص عمر كمان عبد الواحد أما فيما يخص أخبار نادي الزمالك فاخوان كالوس سوريو المدير الفني لنادي الزمالك تمسك جدا بعدم رحيل حاتم سكر عن صفوف الفريق في يناير والراجل قال لمسؤولي نادي الزمالك إنه على قناعة كاملة باللعب حتى لو تراجع مستوى في الفترة الأخيرة وقال إنه هو لسه صغير ولسه عنده بعض الخبرات اللي لازم يكتسبها لكنه هو لعيب كويس ومهم جدا للفريق عشان كانت كلام كتير تقال إنه حاتم سكر قريب من الرحيل عن نادي الزمالك